اهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام وفي اطار اللقاءات التي نعقدها من بورت سودان في ولاية البحر الاحمر معنا الان الدكتور جرهام عبدالقادر وهو وزير الثقافة والاعلام السوداني دكتور اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نبدأ منذ بداية الاحداث منذ العام الماضي في ابريل 2023 ولك تصريحات سابقة بان الازمة لم تبدأ في 15 من ابريل 2023 وهنا مهم ان نتحدث عن الاعلام هل كان هناك استعدادات في الاعلام قبل هذا التاريخ اولا ارجو ان نحيي الشعب المصري الشعب العزة والكرامة والكبرياء والقيادة المصرية والعلاقات السودانية المصرية هي علاقة النيل الجامع بين الشعبين وهذا النيل هو الودان المشترك فيما يتعلق بالاحداث التي جرت والتمرد الذي تم للماليشيا المتابع للحداث كان يرى ان هناك ما هو مضمر التجهزات العسكرية التي كانت يتم في المواقع المختلفة وما جرى في 11 ابريل في مروي كان مدخلا ولذلك عمليات الاغراق والتطويق سواء كان بتحريك قوات او التواجد داخل المراكز الاستراتيجية في الدولة كل هذا كان عبارة عن امر مضمر لمالات الاحداث اما فيما يتعلق هل كانت هناك استعدادات اعلامية لذلك فالامر هو من الزاوية الاخرى اذا كان الناس يضعى في الاعتبار ان هناك امرا سيحدث فكل الاجهزة الدولة كانت ستكون مستعدة لذلك فلذلك كان الاخاء وكان الحوار وكان التبادل الاراء مستمرا ولكن ما ضمر كانوا مختلفا تماما منذ بداية الازمة منذ بداية هذه الاحداث هل تم حصر التخريب الذي حدث الدمار الذي حدث سواء في مقر او مبنى الاذعة والتلفزيون او حتى المعالم الثقافية نعم بالتأكيد هناك احداث ضخم حدثت وتم فيها تدمير لمؤسسات عديدة وبالارقام في المجالات المختلفة لاننا نتحدث عن ما تأثر به الناس المواطن السوداني وهو الاهم في كل هذا اكثر من 11 مليار دولار هو التخريب الذي تم في قطاعات الصحة وهذا يهم المواطن الادوية المنقذة للحياة المستشفيات المراكز الصحية مواقع الادوية مصانع الادوية او غيرها التدمير الذي شمل هذا القطاع كان له اثره وينعكاسه على المواطن وخاصة الذين كانوا يتلقوا الادوية المنقذة للحياة خمسين مليار دولار خراب والتدمير تم في القطاع الصناعي والذي يعمل فيه الملايين من المواطنين من الشباب من الجنسين نساء من رجالا فقدوا وظيفهم سواء كان في القطاع الخاصة والقطاع العام والامداد سلاسل الامداد الذي كان يصل للمواطنين المواطن فقدوا كل هذا ولذلك كان له ينعكاسه وكان له ايضا اثره في التهجير والإفقار للأسر في مجال الثقافة والعلام 140 مليون دولار سنستطيع أن نقول أنه هناك 30 مليون دولار ده مباشر في مبنى هيئة الإزاع والتلفزيون والبس الإزاعي للمبنى الرئيسي فقط هناك مباني أخرى في أطراف الولاية في مواقع أخرى تقع حتى الآن في تحت سيطرة الماليشية ولذلك لم نتأكد منها ما تأكدنا من وقمت بزيارة لمبنى التلفزيون بمرافقة السيد مدير هيئة الإزاعي والتلفزيون وكوننا اللجنة برئاسة مدير هيئة البس الإزاعي والتلفزيوني وتم تقييم هذا الأمر بواسط المهندسين في قطاع الآثار 109 مليون دولار لقطاع الآثار وخاصة في المباني ذات العلاقة بالمرجعية العلمية للمؤسسات الأكاديمية في سودان متحف التاريخ الطبيعي مثلاً ومتحف ومرجع لكليات الزراعة لكليات الحياة البرية لكليات البيئة ولكل مؤسسة تعلمية لها علاقة بالحياة الطبيعية المتحف التراث الشعبي في السودان الإسنغرافية هذا وجدان الشعب السوداني إنتاج الشعب السوداني قيم وتقاليد الشعب السوداني تم تدميره متحف بيت الخليفة اللي هو يعبر عن مرحلة تاريخية مهمة من تاريخ السودان تم تدميره ونهبه متحف دارفور في نيالة هو سمي بمتحف دارفور في نيالة اللي يعبر عن كل دارفور في وقتها ولكن في متحف أخرى أيضاً في دارفور هذا تم متحف جنوب دارفور أو متحف نيالة أو متحف دارفور تم نهبه وتقريبه بالكامل ده بالإضافة لمؤسسات الإعلام الموجودة في ولاية جنوب دارفور وكذا في غرب دارفور وفي وسط دارفور التخريب الممنهج لكل هذا ومتحف السلطان المساليت تم تدميره ولذلك هناك سلسلة من إجراءات التخريب والإفقار والتهجير لآلات متوقعة في مواعق وهنا دكتور هناك نقطة يجب أن أتوقف عندها تحدثت عنها حضرتك منذ قليل وهي ماذا وجدتم عند استعادة مقر أو مبنى الإذاعة والتلفزيون هذه محطة مهمة كانت في مارس الماضي وكانت تقدم كبير كانت تتحدث عنه كل وسائل الإعلام العالمية ماذا وجدتم في هذا المبنى عند استرداده هو أن أستطيع أن نقول أن التخريب الذي تم كان أمرا جللا خاصة إذا تابعنا عربات النقل المباشر وكيف تم تخريبه وحرق بعض العربات والبعض الأخرى انتزاع الأجهزة المركبة في هذه السيارات والمعدات الأجهزة الإلكترونية كيفية التعامل اللي تمام هذه الأجهزة كل ما خفى وزنه نهب وكل ما لم يتم نهبه تم تدميره لكن نستطيع أن نقول أن هناك بعض المواد التي لم تكن في زهن الناس أو لم تكن لها قيمة ولكن استطاع المهندسون بعد ذلك أن يستخرجوا منها قيم وأنا أعتقد أنه يعني جهد المهندس السوداني والخبير السوداني في المجال الإعلامي وخاصة العملين في هذا القطاع كان له جهد كبير جداً ولذلك تم اكتشاف المواد تم إعدادها والعمل فيها بواسطة أحد الشركاء التمرد وكان موجوداً في التلفزيون وحاول أن يعيد تشغيل التلفزيون عزت ولم يتمكن من ذلك وبعد ذلك برزت الصور بتدل على الكيفية التي دخل فيها إلى التلفزيون والتزجيلات التي تم تزجيلها وتم عرضها في التلفزيون يعني هذا أمر ليس جديد على الإعلام العربي ولا على المتابع ولكن نستطيع أن نقول أنه لوجدان الشعب السوداني اهتمامات العاملين في قطاع الإزاع والتلفزيون المتابعة اليومية سنستطيع أن نتجاوز كل ما كنا نخشى أن نفقده وهذه النقطة مهمة يا دكتور بعد استعادة السيطرة على هذا المبنى وهو مبنى مهم جداً وكما ذكرت منذ قليل استعادته كانت نقطة مهمة هل هناك خطة لإعادة بناء كل ما حدث في هذا المبنى تحديداً وبالتأكيد الخطة معدة جاهزة لأننا نحن نكون لجنة واللجنة قامت بدراسة فنية تفصيلية بالنسبة للمعدات الغرض الأساسي هو الإرسال والاستقبال والانتراكشن البيتين بين المشاهد والمستمع والأجهزة الإعلامية المعدات تم الإعداد لها وهي خطة ولكن بتقع ضمن اهتمامات الدولة في التخطيط العام فيما يتعلق بالمبنى المرحلة الأولى يمكن أن يتم فيها التفكير في معالجات أخرى هي مهمة وضرورية لأنه أيضاً هناك دروس مستفادة والدروس المستفادة يجب أن تكون هناك مواقع أخرى لاستيعاب هذا الكم الهائل من الوجدان السوداني من حيث المادة الصوتية والسماعية وإعادة معالجته بحيث تكون هناك أكثر من النسخة ولكن أيضاً الترميم والإعادة خطوة أما الخطوة الأهم وهو القفزة النوعية المطلوبة للأجهزة الإعلامية بحيث تكون سابقة لعصرها وليس متخلفاً ويتزحزح ويطفو ليصل لما هو عليه في الدول الأخرى أنا بشكرك شكراً جزيلاً شكراً لوجودك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية الدكتور جرهام عبدالقادر وزير الثقافة والإعلام السوداني شكراً لك بارك الله فيكم شكراً لحضراتكم مشاهدين الكرام وتغطيتنا لا تزال مستمرة ولقاءتنا كذلك لا تزال مستمرة من بورت سودان في ولاية البحر الأحمر شكراً لكم